اشتركوا في القناة اليوم الحديث عن السحر في الوسط الفني العربي السحر حق والعين حق مذكور في القرآن أكيد في الوسط الفني لم يخلو من السحر خصوصا في الثمانينات كانت هناك طفرة في مجال السحر بين الفنانات أشياء لن يتحدث عنها أي شخص ربما ذكرت برموزة وإشارات في هذا السياق شعاد حسني تعرضت للسحر فعلا السندريلة تعرضت للسحر في بداية أو منتصف الثمانينات سبب لها ذلك المشكل في العصب السابع بجانب العين وكان يؤثر حتى على شكلها وعلى أدائها غير ما لاحقها من طاقة سلبية ومرض وتعب صحي ونفسي وفشل متتالي سببه وطاقة سلبية دخلت على السحر من طرف فنان منافسة لنقول الإسم أكيد سعاد حسني تعرضت لأشياء كثيرة ضغوطات اكتئاب لكن ليس هناك أمور بسبب أشياء شخصية أو في حياتها أو وفاة مثلا الشاعر صحيح أن وفاة الشاعر الكبير صلاح جاهين قد كسرتها في منتصف الثمانينات لكن السحر أبطل أشياء كثيرة في حياة ونفسية سعاد حسني كذلك الفيروس الذي أصاب العصب السابع في نصف الوجه الأيمن لسبب لها أيضا أوجاج في فم وجاء بعده الاكتئاب تخيلوا نجمة السندريلا التي تميزت بوجهها البريء المشرق كما يقولون الكاميرا كانت تعشق وجه سعاد حسني والملايين من الجماهير تصاب في وجهها هذا شيء مدروس سببه السحر من فنانة منافسة نفس الفنانة دون ذكر أسماء هي من عملت سحر لشهيرة زوجة الفنان محمود ياسين وعملت لها السحر في الوجه أيضا لكي توقفها عن تمتيل وكذا وكذا دون ذكر أسماء السبب أن حضت مشكل بينهما في كواليس فيلم حين تعاملت تلك النجمة مع زوج شهيرة محمود ياسين في أحد الأفلام فحاولت أن تنتقم منها ووضعت لها ذلك السحر والفنانة الشهيرة ذكرت ذلك في أحد لقاءات لكن دون ذكر اسم تلك الفنانة أكيد لن نذكرها فنانة أخرى تعرضت للزحر الفنانة مديحة كامل منذ منتصف الثمانينات وهي تعاني من نزيف داخلي إلى أن توفيت كانت تذهب إلى الأطباء للعلاج يقولون أن ليس عندك أي شيء أو مشكلة غريب هذا النزيف الداخلي الفنانة اعتزلت وتابت وكانت حس الخاتمة في أواخر أيامها توفيت صائمة بعد صلاة الفجر لكن السبب كان السحر منذ منتصف الثمانينات حتى جاءتها حالة اكتئاب واعتزلت مدة سنة بسبب سحر من فنانة أخرى غير الأولى لن نقول الإسم تلك الفنانة الغريب عند وفاة مديحة كامل حضرت تلك الفنانة وقامت بحركة يعني كأنها تبين تعاطفها مع وفاة مديحة أو حزنها لكن أنا قرأتها بشكل آخر كأنها كانت تطلب السماحة والصفح من مديحة كامل لأنها أنتها فعلا فنانة أخرى تعرضت للسحر والعين والحسد أدى إلى توقفها لفترة وابتعادها من وسط الفني هذه الفنانة هي الصابرين بعد النجاح الصاحق لمسلسل أم كالتوم حياة صابرين قلبت رأسا على العاقد يعني نزاعات تعب نفسي طلاق وانفصال يعني أشياء كلها تغيرت للحظة في حياتها كانت بسبب ذلك سحر وعين وحسد فنانة أخرى عانت من موضوع الماورائياتي فنانة استعراضية شريحان لست متأكدا من موضوع السحر قد يكون بشكل من الأشكال لكن الحسد أكيد يعني الذي أصاب وجهها في السرطان في الفك يعني هذا مرض نادر جدا السبب أكيد عين وحسد دون منازع وفي الوسط الإعلامي كانت الإعلامية رحم السعيد من طاقة السحر كثيرا ولازلت تعاني يعني شخصيا يعني مضيئات تقوم بأعمال خير أكيد يعني تعرضت لأسحار من جهة عدة لسه فقط من الوسط الفني وسط الفني والإعلامي وغير الإعلامي والمؤكد هذا السحر أثر على حياتها والاجتماعية وعلى صحتها أكيد يعني وعلى حياتها العملية كذلك فنانة أخرى تعرضت للسحر مؤخرا يسمي العبد العزيز يعني كادت أن تفقد حياتها بسبب ذلك السحر لولا دعوات الناس يعني أيام وهي تحدث عن ذلك يعني في يوم عرفة تغير الوضع وتحسن وضعها الصحي يعني هناك في الوسط الفني الحالي أربع أسماء يعني خطيرات في السحر يعني بين فنانات ومديعات وإعلاميات دون ذلك الأسماء يعني معروفات ولا ننسى الفنانة شيرين عبدالوهاب أيضا تعرضت للسحر ما يحصل لها حاليا هو أعراض السحر يعني في ارتباك وتأرجح في حالتها النفسية والصحية يعني السحر من الطرف الآخر ليس من دون ذلك الأسماء الطرف الآخر هو المسؤول عن السحر ليس من معه حاليا الفنانة السومية الخشب أيضا تعرضت للسحر ولا زالت تعاني منه أوقف حياتها ومسيرتها الفنية إلى حد ما هناك عراقي في مشوارها الفني يعني معروف من فعل السحر يعني ليست النجمة الثانية ليست غاد عبدالرازق شخصية أخرى أيضا حرية فرغلي تعرضت للسحر هذا معروف وصراحت به في الجانب العربي السوري أيضا النجمة سوزان نجم الدين تعرضت للسحر أوقف مسيرتها المهنية وقلت الأدوار وتراجعت في في مشوارها الفني كما تعلمون يعني كما شاهدتم السحر متواجد بكتر يعني كما يوجد في الحياة العادية يوجد في الوسط الفني الوسط الفني هي ما هو إلا نموذج مصغر للحياة بشكل عام يعني استودعكم الله نسأل الله ألا يسونا لا السحر ولا عين ولا حسد الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين دونوا على قراءة المعودتين أية كرسي وأذكار الصباح والمساء أدمتم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر